بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم أخواني و أخواتي الطلبة من جديد في مقرر علم النفس للصف الحادي عشر نتناول اليوم بإذن الله تعالى الانفعالات رح نتكلم عن تعريف الانفعال رح نتكلم عن أمثلة عن الانفعالات رح نتكلم عن أيضا أثر هذه الانفعالات على جسد و على نفسية الإنسان كل ذلك إن شاء الله بالتفصيل بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أخواني و أخواتي الطلبة نتحدث بالتحديد عن درس الانفعال تعريف الانفعال و أنواع الانفعالات الأكثر شيوعا و أثرها على صحة الإنسان و كيفية تفادي خطر هذه الانفعالات في حالة إذا كانت انفعالات حادة أو شديدة الخطورة على جسم الإنسان كل ذلك نتناوله إن شاء الله بالتفصيل في هذا الدرس الصور التي أمامكم هي صور تعبر من خلالها للحالة النفسية أو نوع الانفعال التي قد يمر بها الإنسان فبالتالي من الصورة أنا أتصور كنشاط استهلالي لكم رح تعرفون نوع الانفعال الذي يمر فيه هذا الإنسان الصورة رقم واحد واضح من التعبير الصورة رقم اثنين الصورة رقم ثلاثة و الصورة رقم أربعة هذه تعبيرات الوجه الأكثر شيوعا أو التي تعبر عن الانفعالات اللي من الممكن أن نحن نمر فيها فبالتالي هذه التعبير الوجه يجب أن يكون لها تعريف علمي في علم النفس أسألة وهو الانفعال نأخذ التعريف العلمي للانفعال هو اضطراب حاد بين قوسين اضطراب حاد يشمل الإنسان بشكل كامل ما معنات يشمل الإنسان بشكل كامل يعني هذا الكلام أن هذا الاضطراب يجب أن يصاحبه تغيراتهم في الجسد يجب أن يصاحبه تغيرات فيسيولوجية داخلية ويجب أن يصاحبه تغيرات خارجية نستطيع من خلال الصور اللي قبل شوي وريتكم إياها أنها من الممكن أن نحن نلاحظ تعبير الوجه أو حركة اليدين أو حركة الجسم فبالتالي هذا الاضطراب يجب أن يصاحبه ثلاث أشياء تغيرات داخلية تغيرات فيسيولوجية وأيضا تغيرات خارجية إذن هو اضطراب حاد يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه وخبرته الشعورية لاحظوا معاي خبرته الشعورية وأيضا الوظائف الحشوية الداخلية وينشأ في الأصل من أصدر من مصدر نفسي من مصدر نفسي حقيقة قد يكون مصادر الانفعال أيضا قد تكون خارجية من خلال مثيرات نتلقاها من الخارج لكن هنا تعريف الانفعال ناتج عن تفسيرنا لهذه المثيرات فبالتالي نحن استجبنا لهذه المثيرات هذا التعريف العلمي للانفعالات طيب هل هناك أنواع من الانفعالات؟ نعم هناك أنواع من الانفعالات حقيقة هي عديدة جدا ولها تصنيفات كثيرة جدا لكن بشكل عام نستطيع أن نصنف هذه الانفعالات إلى نوعين رئيسيين قد نصنفها إلى انفعالات مسارة وقد نصنفها إلى انفعالات غير سارة وهناك المركب أو اللي يجمع بين مشاعر الانفعالات السارة وبين مشاعر الانفعالات غير السارة اللي نسميها حنا بين قوسين الانفعالات المكدرة إذن النوع الأول نسميه انفعال سارة أتوقع أنه معروف انفعال الفرح أو انفعال اللي نسميه السعادة أو حتى انفعال الحب طيب هل هناك انفعالات غير سارة؟ بكل تأكيد هناك انفعالات غير سارة نحن نأخذ الأكثر شيوعا بيننا اللي هو الخوف، الغضب، القلق الخوف والغضب والقلق وأيضا هناك الانفعال المركب أو الانفعالات التي تجمج بين أكثر من تعابير أو بين أكثر من انفعال وانفعال فبالتالي هذه الانفعالات يصعب أننا يعني يصعب أننا خلوني أبينها لكم أننا نصنفها هل تقع بين انفعال سار أو تقع بين انفعال غير سار ألا وهي الغيرة مثلا على سبيل المثال بالمناسبة أخواني وخواتي الطلبة هذه الانفعالات ليست هي الوحيدة وإنما هذه الانفعالات هي الأكثر شيوعا بين الناس الفرق بين العاطفة والانفعال السؤال الذي أو الذي يجب أن أطرحه على حضراتكم هل حالاتنا المزاجية اليومية؟ يعني ما هي بضرورة يصادفها تغيرات جسمية واضحة ولا تغيرات جسمية داخلية ولا تؤثر على حركتي بشكل زائد يعني خلينا نسميها زعلة بسيطة أو حزن جاء من فكرة أو من موقف تذكرته هذه الأشياء لا نستطيع أن نسميها انفعالات لأنها مواقف غير حادة مواقف غير حادة فبالتالي لها مسمى آخر نسميه العاطفة نسميه العاطفة أن الإنسان يتعامل معها ممكن لساعة ممكن لساعتين ممكن لثلاثة ممكن حتى اليوم كامل وينتهي هذه التأثير طيب الفرق بين العاطفة والانفعال يطلق مفهوم الانفعال على الانفعالات لاحظوا معاي الانفعالات القوية الحادة التي تسبب تغيرات واضحة على نفس وعلى تفكير وعلى جسد الإنسان مرة أخرى أكررها الانفعال يؤثر على نفس وعلى تفكير وعلى جسد الإنسان لأنه اضطراب حاد فبالتالي لا أستطيع أن أقول أو أن أميز بين الانفعال والعاطفة أو الحالات اليومية المزاجية اللي نمر فيها وأقول هذا انفعال ذلك ليس بانفعال وإنما حالات مزاجية ذو صبقة قد تأخذ ذو صبقة انفعالية أحيانا إذن اضطراب في السلوك كالخوف والغضب الشديد كالخوف والغضب الشديد طيب العاطفة ماذا تعني يا أخوان العاطفة شعور بحالات خفيفة من المشاعر الوجدانية مثل السرور والضيق والانشراحة سمعت خبر فرحني سمعت نحن نسميها بشارة ممكنني أنا أمبسط وأستانس وشيء طبيعي شفت موقف ضايقني داخل الصف من زميل من معلم من كذا ممكنني أنا أزعل شوية حصة حصتين وبعدها يرجع الوضع طبيعي لأنها عاطفة تنتهي بزوال المثير لكن الانفعال لا قد يمتد إلى ثلاثة أيام قد يمتد إلى أربع أيام قد يمتد إلى فالتوقيت هنا أيضا أو المدة اللي يستقرقها تأثير على جسم الإنسان تختلف من عاطفة إلى انفعال طيب مكونات الانفعال علشان نقول انفعال لازم نحط له شروط الشرط الأول واحد إدراك الموقف الانفعالي لازم أنا أدرك أن هذا الموقف موقف انفعالي فهم الإنسان أنه تعرض على سبيل المثال لمثير خطر هذا المثير على سبيل المثال ممكن يشوف أسد شوف دليل أسد وإدراكه أن هذا الحيوان يعتبر من الحيوانات المفترسة أو بين قوسين قد تؤدي إلى حياته للخطر هنا نسميه أدرك لهذا الإنسان هذا الموقف الانفعالي اللي يمر فيه إذن واحد إدراكنا للموقف الانفعالي اثنين التغيرات في الوظائف ولكن أي وظائف الحشوية الداخلية مثلا على سبيل المثال زيادة ضربات القلب اضطرابات الأمعاء كل ذلك أشياء يعني تضطرب في وقت الانفعال أيضا التغيرات البدنية الخارجية وممكن يكون فيه الغضب راح نلاحظ مثلا على سبيل المثال احمرار الوجه بشكل واضح يعتبر نوعا ما كتعبير للوجه تعتبر نوعا ما مؤشر لأن هذا الإنسان مر أو قاعد يمر أو سوف يمر في انفعال الغضب اللي احنا نسميها قراءات تعبير الوجه الخبرة الشعورية اللي هي خبرتي في التعامل مع الموقف الانفعالي اللي أنا أمر فيه أرجع لمثالي قبله شوي لما قلت لكم نفترض أن أي إنسان شاف أسد خبرة الشعورية شنه اللي هي الهروب لأن هذا الحيوان يعتبر مهدد لحياته فبالتالي عنده خبرة أنه إذا تعرض إلى حيوانات مفترسة يهرب من أو ينسحب من الموقف الانفعالي طيب التوافق للموقف الانفعالي هروبي من الموقف الانفعالي أو انسحابي من الموقف الانفعالي أو انزوائي من الموقف الانفعالي احنا نسميه محاولة من الإنسان أن يرجع مرة ثانية إنسان طبيعي فبالتالي هو يسعى إلى التوافق طيب هذه التعبيرات اللي موجودة أو التغيرات اللي موجودة في جسم الإنسان راح نلاحظ رغم واحد اللي هي استقبال المثيل الخارجي استجابة جسمية خبرة انفعالية بأن هذا الدب هو حيوان المفترس استجابة داخلية على سبيل المثال سرعة في دقات القلب أو الجري أو الركض راح نلاحظ إدراك الاستجابة الانفعالة فإذا هذا نسميها دورة الانفعال طيب ننتقل إلى يقاس الانفعال بعجة طرق الآن الانسان استوعب هذا واحد الموقف الانفعالي صار عنده تغيرات صار عنده ردة فعل انسحب أو خلونا نسميها تعامل مع الموقف الانفعالي طيب هل من الممكن أني أنا أقيس الانفعال اللي يمر فيها الانسان أقيس مدى تأثيره على صحته من الممكن طيب كيفية قياس الانفعال راح نشوف واحد السلوك الظاهر على الانسان سلوكيات الظاهرة على تعابير وجهه حركات الإيدين حركة الجسم بشكل عام هل هذه السلوكيات من الممكن أني أنا على الأقل إذا ما قسط الانفعال ممكن أني أحدد نوع الانفعال اللي يمر فيه الانسان أيضا عندنا المصاحبات الجسمية الطبيعية لانفعال اخذوها قاعدة خواتي وإخواني الطلبة لكل انفعال متغيرات خاصة فيه أعيدها مرة ثانية لكل انفعال متغيرات خاصة فيه أيضا الاختبارات ومقاييس التغذير وجهاز كشف الكذب يعني حلنا نسميها اختبارات من الممكن أني أنا أقيس فيها شدة أو تأثير الانفعالات على الإنسان طيب ننتقل إلى العلاقة بين الدوافع والانفعالات وهنا سؤال جدا مهم هل الدافع لها علاقة بالانفعالات أو العكس صحيح هل الانفعالات تؤثر في الدافع راح نشوفها إن شاء الله وياكم الآن الانفعال يدفع الفرد القيام باستجابات توافقية على سبيل المثال أنا خايف من الاختبار فبالتالي زاد عندي انفعال القلق هذا الخوف اللي حلنا نسميه بين قوسين خوف إيجابي خلاني أذاكر بشكل أكبر أو خلاني أزيد من ساعات مذاكرتي فبالتالي يعتبر هنا الانفعال قد يدفع الإنسان للقيام بنشاط زائد يسعى فيه إلى التوافق طيب انفعال الخوف يدفع الفرد للهروب من الخطر بكل تأكيد بكل تأكيد يدفع إلى الهروب فبالتالي يدفع الإنسان إلى التخلص أو انسحابه من المواقف الخطرة أو التي تؤثر على حياته طيب خوف المتعلم من الاختبار يدفعه للإستذكار الجيد هذه الأمثلة اللي أنا قلت لكم عنها إذن الانفعال هو الانفعال هو انتبه معايا المخطط السهمي يولد دافع ممكن يولد دافع يخلينا أو يستحثنا للقيام بأنشطة معينة فبالتالي تكون الدوافق أحيانا مسحوبة بحالة وجدانية معينة أعطيكم على سبيل المثال دافع الجوع لما الإنسان يشعر بالجوع بشكل كبير أو مؤثر على العمليات الداخلية اللي موجودة عنده هذا الدافع يكون مصحوب دائما بحالة شنه وأنا جوعان يعني بشكل كبير أو ما عندي طاقة أني أنا أتعامل معه ولا شيء كمية الغذائية اللي موجودة عندي انزلت إلى الزيرو أو إلى الصفر طيب هذه الوضع اللي أنا في حالة الوجدانية شنه أكيد راح أكون زعلان أو اللي حن نسميه حنق أو اللي قد نسميه تضايق طيب دافع الجوع بيكون مصحوب بحالة وجدانية أثر الانفعال على الصحة الجسمية للانفعالات حقيقة أخواني وخواتي الطلبة تأثير جدا جدا يعني بين قوسين خطير أو خلونا نسميها تأثير قوي جدا على جسم الإنسان خاصة في الانفعالات الحادة لذلك في عندكم مصطلح في كتابكم نسميها الأمراض النفس جسمية أبعدنا وأياكم إن شاء الله عنها هذه الأمراض النفس جسمية عبارة عن شنو؟ عبارة عن اضطرابات أو أمراض نفسية المنشأ أو مصطلها خارجي ولكن مع الأسف تأثير على جسم الإنسان وكثير من الأمراض الآن اكتشفوا أن مصادرها الانفعالات الحادة جدا على سبيل المثال قرحة المعدة الآن في دراسات تقول أن قرحة المعدة نتيجتها نفسية تساغط الشعر الضمحلال ذوبان الجسم هذه كلها أشياء تؤثر على صحة الإنسان أبعدنا وأياكم عن هذه الأشياء على سبيل المثال داع السكري الآن في دراسات تقول أن هذه المصادر نفسية فبالتالي لما نفحص الإنسان سريريا أو جسديا نجد أنها ما في علة ولكن من وين جاي العلة جاي من الجانب النفسي اللي هي مصدرها الانفعالات طيب ننتقل إلى قائمة الأمراض النفس الجسمية اللي أنا شرحتها لكم قبل شوي كثيرة جدا القلب والأوعية الدموية البدانة والسمنة الآن اكتشفوا أنها لها جانب نفسي كبير جدا القرحة القولون قرحة المعدة مثل ما أنتم شايفين في الصورة لمجسم الإنسان أمراض الجهاز التنفسي حقيقة نستة كبيرة جدا جاية من الإضطرابات أو جاية من الأعراض التي يعاني منها الإنسان طيب الأمراض الجلدية سكر الدم طيب هذا مجسم لجسم الإنسان نعم هذه أمثلة إخواني وخواتي الطلبة للصور اللي قد تؤثر على يعني جسد الإنسان أو على نفسيته أو على تركيبه للجهاز العصبي أو على الأعضاء الداخلية أمثلة من هذه الأعراض على سبيل المثال لو ناخذ مثلا طلبات القلب أو ناخذ مثلا زيادة ضغط الدم أو قد نأخذ أحيانا يقال أو يعني في دراسات علمية تقول إنه حتى الصداع أبعدنا وياكم عنها قد يكون من مؤثرات الانفعالات الحادة طيب ننتقل الآن إلى سمات الأفراد الذين لا يشتجبون إلى الأمراض وهؤلاء الناس يا أخوان عندهم مهارة جدا مهمة ألا وهي مهارة إدارة الانفعال هم ناس لا يؤثر فيهم كل شيء هم ناس يتحملون أو ينفسون على الضغوط مرتفعة عندهم اللي حلنا نسميها الحساسية الاجتماعية فبالتالي هذول الناس دائما عندهم إيمان بأنفسهم أنهم ناس زينين أنهم ناس قادرين أنهم ينجحون في أي لحظة أنهم ناس عندهم خطة في الحياة هذا بشكل عام طيب نأخذ اللي موجود في كتابكم أكثر تحكما في حياتهم نلاحظ أيضا أن هذول الناس لهم هذه الميزة أو هذه الصفة يؤمنون إيمانا قويا بأن الحياة لها معنى فبالتالي لديهم هدف يسعون له مشغولين بأهدافهم الإيجابية عندهم خطط بديلة الإحباط آخر مؤثرات الحياة ممكن ينتقلون من المواقف الحزينة إلى المواقف الأكثر إيجابية يستطيعون أن ينقلون أنفسهم إلى المواقف اللي ممكن ينجحون فيها طيب مندمجين في مجتمعاتهم يعملون أعمال جيدة في المذاكرة هم زينين يسعى للحصول لشهادة يسعى للحصول إلى وظيفة يسعى للحصول إلى مركز هؤلاء الناس اللي نسميهم مندمجين في مجتمعاتهم وهم دائما ناس قد نصفهم أو من الممكن يصافهم بأنهم ناس إيجابيين بشكل عام إيجابيين مع المجتمع وإيجابيين مع أنفسهم تقويم ختامي أسئلة ختامية لهذه الدرس كأسئلة دارجة في اختباراتكم اللي هي ناخذ السؤال الأول ونحاول نجيب عليه ما هي سمات الأفراد الذين لا يستجبون للضغوط أو للمرض النفسي طيب واحد راح نلاحظ أكثر تحكم في حياتهم أيضا يؤمنون إيمانا قويا بأن الحياة لها معنى كذلك هم ناس يعني مندمجين في مجتمعاتهم طيب طرق قياس الإنفعال وهذه من الأسئلة الأكثر شيوعا في منهجكم راح نلاحظ أن السلوك الظاهر اللي ممكن ملاحظة على الإنسان راح نلاحظ أيضا المصاحبات الجسمية الطبيعية للإنفعال لكل إنفعال مرة أخرى أكررها لكم أخواني وخواتي الطلبة لكل إنفعال مصاحبات جسمية وإنفعالية ونفسية خاصة خاصة فيه طيب الاختبارات ومقاييس التقدير وجهاز الكذب مكونات الإنفعال على شان أقول أن اللي قاعد يمر فيه الإنسان هو إنفعال لازم يكون له محددات أو مكونات واحد إدراك الموقف الإنفعالي اثنين التغييرات في وظائف الأعضاء الداخلية أيضا تغيرات بدنية خارجية اللي هي تعابير الوجه حركة اليدين حركة الجسم هذه كلها تعبيرات خارجية من الممكن أننا نلاحظها على الإنسان أيضا الخبرة الشعورية اللي هي تعامل الإنسان مع الموقف الإنفعالي لازم يكون عنده خبرة شعورية يعني لما أنا أسئلة أقول له أنت الموقف اللي مريت فيه هذا موقف غضب ولا موقف حزن ولا موقف سعادة لازم يقول لي أنه لا اللي مريت فيه أنا كنت زعلان أنا كنت معصب أنا كنت غضبان أنا 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 فبالتالي هو عنده خبرة شعورية في الموقف اللي مر فيه التوافق للموقف الإنفعالي الإنسان الطبيعي لازم يسعى دائما أنه يتوافق مرة أخرى مع الحياة بمعنى آخر الإنسان اللي يتمتع بصحة نفسية جيدة من الطبيعي أننا نمر بإنفعالات ولكن من غير الطبيعي نستمر بهذه الإنفعالات لازم نعيد توازننا مرة مرة أخرى طيب إذن بعد أن تعرفنا على مكونات الإنفعال وتعرفنا على قياس الإنفعال وعرفنا أنواع الإنفعالات وكيفية السفادة من الإنفعالات وهل من الممكن أن تكون الإنفعالات محركات لدى الإنسان حقيقة هي من الممكن أحيانا وعرفنا أيضا تأثيرات هذه الإنفعالات على جسم الإنسان وتكلمنا عن الإطلابات أو اللي نسميها الأمراض النفس الجسمية كثيرا من دروس اللي تعلمها الإنسان في حياته كثيرا من المواقف الإنفعالية اللي لا شك أنا وأنتو مرينا فيها ولكن من الحكمة ومن الاتزان النفسي ومن الصحة النفسية أن نعيد أنفسنا مرة أخرى إلى عملية التوافق أن نعيد أنفسنا مرة أخرى إلى الاتزان الإنفعالي نتعلم مهارات إدارة الإنفعال اليوم العلم جدا تطور أخواني أخواتي الطلبة اليوم في حركات جسمية معينة يتعلمها الإنسان يستطيع أن يتحكم في إنفعالاته يتعلم على سبيل المثال الاسترخاء الذاتي يتعلم الرياضة يتعلم أشياء كثيرة جدا القراءة وغيره وغيره من الأنشطة التي من الممكن أن تشغل ذهن الإنسان وتشغل نفسيته بأشياء مفيدة تعود عليه بالنفع كل الشكر لكم أخواني و أخواتي الطلبة على متابعتكم نراكم إن شاء الله في حلقات قادمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر